اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاولى انه الخطاب اللي اصدره اللي هو شيرين شمس والخطاب واضح جدا يعني وانه لازم يطبخ على الجميع انه عدم التدخل بطريق مباشر او غير مباشر لأي حزب او طيار او قائمة مرشحة او فرض في المعركة الانتخابية او حضور الندوات الخاصة بالمرشحين الانتزام بمكان العمل وعدم الانتظار بالنادي بعد مواد العمل الرسمية من يخارف ذلك سيتم ايقافه عن العمل وتحويل الادارة القانونية الاتخاذ اللازم وعلى السادة مدير الافرع والادارات متابعة وتنفيذ ذلك اللي استوقفني حاجتين اولا كابتن بيسا دي رئيسة قطاع الهندبول لمرحلة سنية معينة داخل النادي في البنات فاذا بيسا بتعمل في النادي هي لازم تستمت من اجل ابنها ده حقها ده ابني مرشح فلازم موت نفسي عشانه حدش يزعل من ده خالص يعني وهو الحال اثبت وجوده بشكل كويس في المجلس اللي فات يعني بس ان انا اجيب اطفال اولا بيسا بتعمل في النادي يبقى هذا الخطاب ينطبخ علينا نمر اتنين ان انا اجيب اطفال ما هو الاطفال دول برضو في النادي اطفال لعبة الهندبول وحطوهم في النادي ودي ندوة قائمة المهندس محمود طاهر على فكرة اللي كانت في النادي هو كان الرجل ساعتها في المحرب اطفال بهذا العدد ودخلهم في النادي ويغنوا ويهتفوا ده مش طبيعي ده يعني يعني اصلا بدون هذا الخطاب مش مقبول وبعد الخطاب بتاتا غير مقبول هادي الكلام قمام حضراتكم ودايما زي ما قلت في البداية انا عامل كده بصص بعين واحدة للي جابها واحدة ما دي مش اصول وده مش حياة وده ملوش دعوة للمرة المليون ملتزمين الحياة ده لي دعوة بالعدل لي دعوة بالعدل مانيش دعوة بشمال ولا يمين اللي قدام حضراتكم وكابتب من كبات الاهل ولا دي كمان حتنزعها مننا فمش عارف فمن هنا حوضح لحضراتكم وتشوفوا اللي احنا بنقوله صح؟ ولا غلط وانتو الحكم وانتو الحكم بيتقال في الكلام اللي كابتن بيسا ابنها الاستاذ ماروان نازل انتخاباته وكان عوده مجلس ادارة من وجهة نظري دلوقتي خلاص احنا في انتخابات هو حق يعني اصابك والانتخابات جاي تمام؟ فشغل في النادي فمنفعش تجيب ولاد فالولاد الخمستاشر عشرين دولت مخطفين هي خطفتهم من اهليهم وموجودين مش فاه اكيد اهليهم قاعدين في النادوة بيسمعوا بيشوفوا يقيموا ياخدوا يشوفوا تصوراتهم ايه بيسمعوا مقتنعين بالكلام ولا لا عشان ياخدوا قرارهم ده طبيعي فمن هنا غلط الاطفال يحضروا موافق معاك موافق هو ده الاهلي بالمنازل ايه رأيكم انا متفق مع الكلام رغم ان ما متفقش في حاجات كتير مع الكلام اللي بيتقال ده لكن دي انا متفق فيه ما ينفعش ما ينفعش حد شغال جوا النادي يدخل نفسه من قريب او من بعيد شوبها طول الوقت هفضل اقول كده تمام اعود اروح بشكل فردي اعودوا جماعة اعود اسمع لكن يبقى الحيادية بقى ولا المهلبية ده بقى شغل مهلبية عارفين ليه هقول لحضراتكو دلوقتي عشان انا عندي النقطتين بتوعي اهم من النقطتين اللي انتو سمعتوه يعني ما يبقى عندك اتنين من المنظومة الاعلامية اول مرة تحصل في تاريخ الاهلي يطلع يقولك بقايد فلان اتنين ده ادعالني قدام مصر كلها ومسؤولين ينفع طب حضرتك العين الواحدة دي ما شافتش ليه ادي واحد اتنين وريني الصورتين اللي معانا عشان نشوف انا معايا بتاع عشرين تلاتين صورة بس صورين ده ده بقى جوة التمرين انه عادل ده يا ربي هي دي حيادية انا بعيدة هو انا ولا هنا ولا شمال ولا يمين بس ده العدل بتاع ربنا طب ده ده دولات جوة التدريبة ما قلتش عيب على الصور دي ليه صالة الجنباز ومرشحين موجودين ده والبنات الصغيرين بيتمرانوا ده دول ما رحوش النادوة ده دول جوة التدريب بتاعهم ده العدل بتاع ربنا يلي بتقوله شادي مش محايد ايه رأيوكم عايزين عايزين طب انتو عايزين ايه اجدب اجدب ولا اقول اهو امام حضراتكم طب والله العظيم انا معاك والله العظيم انا معاك في كلامك لان كل رموز اللي اشتغلنا معاهم قالوا كده معاك لكن زي ما قلت ده هاد ده ولا ده وحش وده حلو على انا بتكلم على الاتنين انا دوري هنا اعلامي مش دوري هنا اه لابس تشيرت في الناحية دي او الناحية دي ما بعملش كده فايه رأي حضراتكم ده كمان غلط ايه رأيكم انا بشاهد كل اعضاء الجامعية الامومية وبشاهد كل جماهير النادي الاهلي انتم معانا في الصورة ده العدل ده الحيادية طب حضراتكم تفسروا بايه الكلام ده اللي هنا ماينفعشوا وفيه بيان خرج من المدير التنفيذي للنادي الاهلي ينطبق على الجميع لكن هنا ما بتقولش حاجة خالص ده مش عدل ربنا الظلم وحش الظلم وحش هيا دي الحقيقة ده ظلم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم مش عارف زي ما حصل هنا حصل هنا لكن للأسف العين الوحدة فاحنا دول الاعلامة ده وراجيب عدل ربنا فين هو ده عدل ربنا عشان نويانا يعلمها الله وفيه اللي أهم من الجميع ربنا سبحانه وتعالى في يوم هنتحاسب هنتحاسب وهنصحك نصيحة والله أعضاء الجماعي العمومية عندهم وعي لكل حاجة وفاهمين كل حاجة من غير ما احنا نقول لهم بلاش بقى تضليل وضحك عن الناس عشان كده كتير وكده صعب جدا ومرة تانية يا جماعة الصورة هنا وهنا غلط الأطفال ما كانوا يتدرب ما كانوا تبعدوا مدربوا ما يتدخلش وصيبوا أعضاء الجمعية لو ما يختاروا وده الصح وده الأهلي وده اللي احنا تعلمناه لكن لنا بتكلم عليه ما ينفعش أبص بعين واحدة وهو ده اللي احنا معترضين عليه وطول الوقت ببين للناس اللي في خطأ في حتة واحدة مش حقيقة فين بقى المساق الإعلامي والشرف المهني والحيادية والشفافية والمهلبية وطول الوقت اللي احنا بنتكلم عليه جمل بس بتتردد لكن فعل ما فيش على الأرض حاجة لكن ده عدل ربنا اللي أنا عرضته لحضراتكم ولا دي تزعل حد ولا دي تضيق حد العدل اللي هو اللي يسود هنا وهنا روح شوف في السندوق اللي بعد كده فيه إيه ونرجع لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر